سيكون معنا السيد الدكتور محمد عايد الهدبان مساعد مدير الأوقاف بسعد صباحك صباح الورد صباح الخير يا دكتور صباح الوطن الجميل نحن نقول كل عام أنتوا بخير نعم بهذا اليوم المبارك وأمر مفرح للجميع في مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقول بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان اليوم الدين هو مولد القيم ولادة الرحمة ولادة الحضارة ولادة المدنية ولادة العدل الرحمة التي كان يدعو بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التسامح الذي عم البلاد والأقطار جميع الكرة الأرضية كانت مبنية على التسامح النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي الدعوة التي بدأت قبل مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يمكن البعض يقول لي يسألني يقول لي طب كيف قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق وعاهد على كل أنبياء والرسل إن خرج محمد فتتبع من محمد عليه الصلاة والسلام فبدأت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام قبل ولاته وبدأت يوم ولادته عليه الصلاة والسلام أن كان عام الفيل البعض يسأل عام الفيل ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في هذا العام ماذا نجى الله سبحانه وتعالى أهل القريش كان الله سبحانه وتعالى أن نجى أهل القريش من الهدم المادي للكعبة وعندما ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان هناك نجاة من الهدم المعنوي لمكة وسال الأقطار عليه الصلاة والسلام يعني هي الدعوة للإسلام و لسيدنا محمد أنه نبي المرسلين كانت ما قبل ولادته قبل ولادته حد ما أخذ الله تعالى أهد على الأنبياء والرسل يعني هي بلشت الدعوة من الرسل والأنبياء طيب دكتور مين أول من ابتدأ الاحتفال بالمولد النبوي بالنسبة للأمر هناك الفاطميون هم أول من احتفل بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل نقول كلمة احتفال صحيحة؟ ما فيها مشكلة لأن الاحتفال أنا راح أتكلم عن الموضوع بطريقة معينة صحيح عندما احتفل الفاطميون في القرن الخامس للهجري لكن أول من نظم الاحتفال وكان يعني منظم في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي في القرن السابع للهجري حاكم أربيل المضفر هو أول من احتفل به فكان يمتد الاحتفال من ثلاثة إلى سبع إلى عشر أيام كان يعتق بالمال بالهدايا بالاطعام بالصدقات في أربيل في العراق ثم بعد ذلك انتشر إلى سائر أقطار المسلمين وكان في الدولة العثمانية أن كان يعني يخصص له أعياد وأيام وعطل في الدولة العثمانية والذي انتشر إلى كامل الأقطار حتى وصل إلى المغرب العربي بس هلأ وجوه الاحتفال مختلفة نوعا ما دكتور بتحس مثلا في مصر تختلف عن مغرب تختلف عن تونس كل حدا إله هل سبنا ندخل في باب هل هي فيها بدأ؟ الآن انت تفوتي بطبيعة شعبية أو طبيعة مجتمعية نعم الآن لما نشوف مثلا بلاد الشام كطبيعة البشر بلاد الشام لهم نوع معيم للاحتفال الشعب المصري شعب عاطفي شعب حبوب شعب المصري فكان عندما يحتفلوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام تعتبروا مناسبة لهم مناسبة عليا عروس المولى لحصان المولى تتفاجئ بلاد المغرب العربي أنه يخصوا ما يقارب ممكن سبع أيام عطلة وفي يعني ممكن أخبرني واحد من المغرب أنه 14 يوم عطلة احتفالا بالمولد النبي وكما الدكتور حتى بيخطبوا وبيقرؤوا فاتحة وبيركزوا بكتب الكتاب بهاي الأيام بعتبروها أيام فضيلة أيام فضيلة نعم لكن احنا الآن بدنا نذكر عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشاعر إن المحبة لمن يحبه مطيعه انت بدك تحتفل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي عندما سئل عن صيام اليوم الثاني قال ذاك يوم ولدت فيه هذا اليوم ولدت فيه يوم الاثنين معنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام انت تحبني اتبعني انت تحب النبي اتبع النبي لكن احنا يمكن في بعض مرات نقول مثلا يحتفل بالنبي لكن ما يصلي يحتفل بالنبي ما يصوم انت بدك تحتفل بالنبي إيش تساوي تتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن المحبة لمن يحبه مطيعه يا الله هذه دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام طيب كيف يمكن إحنا ندخل هالسيرة النبوية العطيرة نحكي عن سيرة النبي مولد النبوي عن الأطفالنا نعرف دائما التعلم في الصغر قد نكشف الحجر صحيح كيف أنا بإمكاني أنا الأطفال دائما ما بيعرفوا لسه السيرة النبوية هاي شارت كيف أدخلها لقلوبهم بالشكل الصح عن طريق الاحتفال الصح عن طريق إني أسرد الحديث الصح السيرة النبوية صح سبحان الله شوفك طبيعة بشرية للأطفال أكثر شيء ينبسط على الشيء العملي أكثر من التلقين مع أنه العلم في الصغر كان نقش في الحجر يعني التسامح اللي كان عند نبينا محمد عليها صلى الله عليه وسلم نقدر نعلمه للأطفال بالطريقة العملية لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة والنبي كان يعلمهم الكتابة والحكمة لأن أعلى مراتب العلم إيش هي الحكمة فكيف لم يعلم النبي عليها صلى الله عليه وسلم الأطفال الحكمة فهذا الطفل ايش بده تعلم كيف يكون متسامح كيف يكون دمث الأخلاق كيف يكون صادق كيف يتعلم الصلاة النبي عليه الصلاة والنبي يحب أنك تصلي يحب أنك تكون لسانك طيب حلو يحب أنك تسلم على صاحبك الصغير يكون مثلا معك سندويشها بالمدرسة ايش تفعل بيها تقسمها بينك وبين الطفل الفقير بالمدرسة هاي أسلوب عملي نعلمه للأطفال مبني على مولد النبي محمد عليها الصلاة والسلام في بديكتور واحتفال موذلُون النبوي إلهم في تركُ اثر ضعي alta قل government ديكتور اصلاف عينة النبوي في الحقيقة أنت أنيراد المجأة مزلة من عينة النبوي دقيقة永ت صحيح عندما تعذر إسمان نبي محمد ﷺ�로 عليzenie م tips من قولنا نبي استحadinته في ناتة عزيكي لهم جملة مين جارك جارك مثلا لا يصلي تذكر المولد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأثر بك كيف كان دعوت النبي كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام تروح على جارك تجلس مع جارك بالكلمة الطيبة يمكن الضيفة كان قبل قليل الدكتور أحمد تكلم عن شي أنه كيف نحن ببعض مرة تسامح النبي عليه الصلاة والسلام يمنع كثير من العداء يمنع كثير من التفجيرات اللي أصبح نسمع بيها وهي ذكرى الرابعة عشر وندع الله تعالى بحفظ الوطن وقائد الوطن كيف ندعو الناس أن يكون الإسلام سمح يعني لما تسأل أن الرجل كيف تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي لما يفوت يسلم السلام عليكم ما معنى السلام عليكم سلام أمان صحيح هذه دعوة الإسلام سلام لما نخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعوة تسامح دعوة سلام هذه دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأثر الأصل بكل واحد يعني تكون يغرس في قلبه عندما يسمع عن اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني دكتور الحديث معك يطول عن هذا الموضوع وفعليا هذا الأشي بسعدنا الحديث عن سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين يعطي نوع من السكينة والراحة يعطي نوع من الهدوء يجعلك أنت تحس مجوة بطبعاً هنا فعليا أنت حكيتها على التذكر صحيح فعليا أنا رحت لعالم تاني وأنت بتحكي ببعض مرات بسرح وبتخيل مرات بيروح لأشياء كثير هذا الأشي كثير أسعدنا وبسطنا نحن نحكي لك كل عام أنت بقى في خير كل عام أنت بخير يا دكتور نورتنا صباح الخير يا وطن يعني وقائد الوطن صباح الخير للوطن وكل عام والوطن بأحلى وأجمل خير دائما علي الأمان والطمأنينة يا رب والاستقرار ندعو الله تعالى ذلك شكرا لك ويعني لنا الفرح بهذا اللقاء وبرك الله فيكم شكرا إلى المكتوار